اشتركوا في القناة عشان هي قبل ما ندخل ونبلش في توقعاتنا لهذا اليوم ياريت اذا عجبك المحتوى تحط لايك ما عجبك حط دسلايك اذا كنت اول مرة تسمعنا ومش مشترك بالقناة اشترك وياريت تشايروا الحلقة على مواقع التواصل وتشتركوا بالقنوات الاخرى طبعا بالنسبة لها القمر اليوم في سعد الاخبي في منزلة سعد الاخبي وهي المحبة والضرر والضفر والعقد ورح ينكث القمر فيها حتى تمام الساعة ثلاثة وثلاثة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ما بعد عصر اليوم وهو الخميس ورح ينتقل القمر بعدها لمنزلة المقدم وهي للخير والثبات والسلامة والمحبة القمر بما انه رح يكون موجود في الدلو فطبعا رح يكون التأثير على جميع الأبراج بهاي الفترة منشعر انه احنا بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخار تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفاز وتجربة طعام جديد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية رح تكون هي زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين القمر وعطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة واثنين وعشرين دقيقة صباحا منشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر والمريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة التسعة واربع وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مساعة منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاط نام من جديد واللي بكون محبط عاطفيا ممكن يثور ثورة عالمة من الغضب اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية اقتران ايجابية بطيئة بين كوكب الزهرة وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة ثنتين وتسعة وخمسين دقيقة عصرا عند حدوث هذا الاتصال تتعزز الجوانب الاخلاقية والذوقية في السلوك مما بتسهل علينا التعامل مع الاخرين والتفاهم معهم كما انها بتسهل اقناعهم وان وان كانوا بيفتقروا الى المرونة في التعامل كذلك بتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات الصلة بذلك كالفن والديكور والامور الجمالية اجمالا اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين القمر والشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة وخمس دقائق مساء يعني بمعنى اخر هي فترة ولادة القمر الجديد هاي بتخلينا نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساند والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على سيطرة على مشاعرنا بعد هاي الزاوية يعني ساعة سبعة وخمس دقائق مساء بيبدأ خلو المسار وهذا رح يستمر لغاية اليوم التاني اللي هو يوم الجمعة حتى تمام الساعة سبعة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا وهذا يعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا بما انه القمر رح يكون ولادي اليوم فالقمر هو عمره اليوم ثمانية وعشرين في تمام الساعة اربعة واثنين وعشرين دقيقة صباحا بيصبح تسعة وعشرين يوم وزي ما حكينا انه في ساعات المساء ساعة سبعة وخمسة يعني بجن والد القمر الجديد نسبة الاضاءة بتكون صفر بالمية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتاش ثمين مزاجها سعيد بنسبة سبعين في المية القمر في الدلو حتى يوم اتناعش ثمين سعيد بنسبة ثمانين في المية عطارد في الدلو بيتراجع حتى يوم واحد وعشرين ثمين هو سعيد بطبعه يعني بمعنى اخر لا ايجابي ولا سلبي اما الزهرة في الدلو حتى يوم خمسة وعشرين ثمين منتحسة بنسبة أربعين في المية المريخ في الثور حتى يوم أربع ثلاثة منتحس بطبعه يعني لا ايجابي ولا سلبي المشتري في الدلو حتى يوم 13.5 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 23.5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 25.6 سعيد بنسبة 15% البلوتوف الجدي حتى يوم 27.4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر في البيت رقم 11 وهذا بعطي شوية نشاط عند موليد برج الحمل بعزز بعض النقاط القوية لهم حتى على المستوى النفسي قوي وبساعدهم لضبط أمورهم ولكن بتظل الأمور في بعض المسائل ضاغطة عليهم خصوصا على المستوى البيت الثاني على المستوى الأمور المالية صحيح أنه ممكن يحصلوا بعض المكاسب المالية ولكن أنه بظل فيه نوع من أنواع الضغط اللي هو نوع من أنواع المصاريف أو أنه بيتجهوا لا صرف لفلوس أكثر ممكن تتعركس بعض الأمور المالية أو يكون عندهم بعض المصاريف اللي إلها علاقة إما بوضع مالي أو بسداد بعض الالتزامات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على المستوى النفسي وهي بتعزز القدرة عندهم على الاتصالات والمواصلات والإقناع وصورة المديهة العالية عندهم صحيح أنه فيه نوع من أنواع الضغط أو العصبية أو شعور بالملل من الروتين إلا أنه الأجواء ممكن إذا استغلها من ناحية اجتماعية الأجواء بتكون إيجابية وقوية ممكن يكون لكم إما مناقشة مشروع أو تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن تظهر بعض الأمور الضغطة تسبب لك نوع من أنواع التوتر يعني قلق بيتعلق في مسألة عائلية أو أمور إلها علاقة بالبيت زي أعطال أو اهتمامات منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء هنا بتتركز على الأمور العاطفية عاطفتك اليوم جياشة كثير لدرجة أنه ممكن تكون حساس زيادة عن اللزوم حاول أنك تشحن حالك بطاقة شوي وتبعد عن الحساسية للزيادة وتوجيه الانتقادات للأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فهنا بدك تراعي أمور العمل عندك وتراعي الأمور الصحية لأن الأجواء شوي ضاغطة عليك وهذا الإشي بسبب لك نوع من أنواع الاكتئاب حاول قدر الإمكان أنك يعني ما تستسلم لأي وسوس وحاول أنك ترتب أمورك بشكل جيد الفطرة هاي بتحمل يعني اهتمامات صحية زي ما حقينا بالنسبة للبيت السابع طبعا الأجواء هنا جيدة على مستوى بيت الشراكة بتعزز النقاط بخوة وطريقة التعامل ما بينك وبين الشريك تعمل تقارب جيد وممكن حل بعض الأمور بشكل ودي أما بالنسبة للبيت الثامن فهاي بتعطي نوع من أنواع المصاريف بتجيب شوية أرباح ولكن مش بالكثرة ولكن تلزمك ببعض المصاريف اللي ممكن تيجي علاجية أو استشفائية أو سداد بعض الديون أهم إشي أنك ما تبدأ بأي خطوة مالية بالفترة هاي بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات وحتى على مستوى الامتحانات والمناقشات في منكم ممكن يهتم بموضوع العلاقة ببعض الأشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بشؤون كسفر أو امتحانات أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فالأجواء جيدة اليوم بتشكل بعض الزوايا الآمنة بالنسبة لك أهم إشي أنك أنت ما تجازف وما تغامر ما تخالف القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة على أساس أنه ما تشوه السمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة حاول أنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة لأشخاص ممكن الفترة هيكون في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران ما تبقى وحيد وحاول أنك تخرج للقاء الناس أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء شيئا ما فيها نوع من أنواع الضغط ولكن مش بالكثرة يعني الأمور بدها شوية ضبط أعصاب وشوية اهتمام من ناحية صحية أو من ناحية غذائية بتلاقي الأمور صارت جيدة برج الثور طبعا القمر مازل موجود في بيت السمعة بيت مش حليف لا إلك فعشان هيك وبعطيك شوية إيجابية باتجاه وبعطيك سلبية في اتجاه آخر عشان هيك يحاول ضبط أعصابك قدر الإمكان بالفترة هاي وحاول أنك أنت تكسر قاعدة الروتين ما في داعي أنك تدخل في حالات اكتئاب أو تضغط نفسك زيادة بالفترة هاي بالنسبة للبيت الثاني الأجواء جيدة وبتساعدك على مستوى أمور مالية تفتح لك مجالات ممكن بعض الأمور اللي في من وراها مكاسب مالية حاول تستغلها بشكل جيد وحاول أنك تقلل من مصاريفك وتعيد ضبط أمورك المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا بدها تركيز حاول أنك ما تندفع ما تتهور ما توجه اتهامات أو يعني تكون حاد اللسان وبرضو حاول قدر الإمكان أنك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة ممكن اليوم تتعرض لبعض الأعطال اللي إلها علاقة إما بالسيارة أو بالأجهزة الإلكترونية انتبه أثناء قيادتك للسيارة وأثناء تعاملك مع الإخوة أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء شيئا ما ألطف من الأيام الماضية صحيح أنه في بعض التوترات ممكن يكون في بعض الأعطال أو أنه تكون الأمور بتخليك تتهرب عن وضع إلو علاقة بوضع البيت ولكن إجمالا حاول أنك تواجه الواقع أفضل لك ممكن تهتم ببعض المشتريات أو بعض الأمور إلها علاقة يعني بأمور منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا يعني بتحمل بعض الأمور الممتازلة إلك عواطفك جياشة بالفترة هاي وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الأحبة برضو الحظوظ بتدعمك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو هنا بتركز على بعض النقاط القوية اللي إلها علاقة بالعمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة يعني بأحد الوالدين اهتمامك بالحبيب جيدة وبرضو باهتمامك بالعمل جيد جدا الصحة حاول أنك تراقبها اليوم أفضل من الأيام الماضية بالنسبة للبيت السابع بشوف أنا أنه فيه بتشكل هاي زاوية المقابلة اللي عندك ممكن أنه تخلي طاقتك ضعيفة وممكن تخلي فيه نقاش أو حوار حاد ما بينك وبين الحبيب ضبط الأعصاب مطلوب وما في داعي لتصاعد الأمور أو الخلافات ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتركز على الأمور المالية أكثر ممكن بتحصل على دعم أو نوع من أنواع المساعدة خلال هذا اليوم على المستوى المالي ولكن قلل من مصريفة قدر الإمكان بالنسبة للبيت التاسع اللي عنده امتحان أو مقابلة اليوم بده يركز بشكل جيد وأثناء تعاملك مع الأجانب أو أشخاص من خارج البلاد اضبط أعصابك ما في داعي للتسرع صحيح أنه ممكن يجيخ خبر سعيد من خارج البلاد أو تتلقى دعم من شخص إلا أنه عصبيتك ممكن تسبب لك نوع من أنواع التوتر أما بالنسبة لبيت السمعة بيتك العاشر بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل اليوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أهم إش أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية فترة يعني فيها نوع من أنواع صعوبة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء ممكن بعض صديق معين يعني يعمل لك نوع من التحالف أو يدعمك بمسألة معينة وممكن تتكشف لك بعض الأمور اللي كانت مبهمة بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا بنقول لك يعني لأجواء جيدة على المستوى الصحي والنفسي اليوم ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة أو تهتم ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بزيارة مريض أو حتى عيادة أحد الأشخاص إما مريض أو إنه بحاجة لمساعدة برج الجوزة طبعا بالنسبة للقمر بما إنه هو موجود في منطقة يعني جيدة بالنسبة لإلك ودعميتك فاليوم عندك نشاط عالي جدا وسرعة بديهة عالية جدا وقدرة على الإقناع برضو عالية جدا حاول قدر الإمكان إنك تضبط أعصابك بشكل كبير وبتلاقي الأجواء مشت معك بشكل سلس إذا استغلتها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثاني فهنا المصاريف بتكثر عليك وبعض الالتزامات ممكن تتوتر من مسألة معينة وممكن شوي هيك يصيبك نوع من أنواع القلق على وضع مالي معين أو التحصيل على دعم معين حاول تقلل من مصاريفة قدر الإمكان بالنسبة للبيت الثالث شوي الطاقة بتحسها ضعيفة بتحس حالك مشتت تتطلب منك الأمور شوي التركيز الأجواء هي إجمالا جيدة على مستوى الامتحانات بس تركز وعلى مستوى التنقلات والسفر تدعمك بشكل جيد وبتفتح لك أبواب جيدة ممكن يكون لك تعامل أو تعاون ما بينك وبين أحد الإخوة أما بالنسبة للبيت الرابع الأمور بتتركز على مستوى البيت في عندك ضغط إلو علاقة بالعقارات أو بالسكن أو بالإقامة أو حتى بمشتريات أو أعطال منزلية رح تهتم فيها بشكل كبير بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء جيدة بتفتح لك الحضوض وعلاقتك مع الأحبة بتكون جيدة ممكن يتمارس أمر إلو علاقة بالمجالات الفنية أو حتى بالأمور الأدبية ممكن برضو تهتم بأحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس على المستوى الصحي بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد وحاول تنجز أعمالك وما تخليها تتراكم أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأجواء بما أنه هذا مقابلك فهنا الطاقة بتكون أضعف شوي ولكنها بتعزز الشراكة ما بينك وبين الشركاء العاطفي أو الشركاء العمل عشان هيك الفترة هاي جيدة للمصالحة أو لا التواصل مع الشركاء أما بالنسبة للبيت الثامن فالضغط على المستوى المالي عالي جدا حتى الأموال المشتركة ضبط الأعصاب مطلوب وضبط الميزانية مطلوب توقيع على أوراق حاول أنك تراجعها بشكل جيد وحاول أنك أنت يعني تنجز كل أوراقك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا اليوم بتنشطوا في السفر أو اتصال بعيد أو بتشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا جميل عزز العلاقة الاجتماعية والعائلية فالفترة مثمرة على جميع الأسعادة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء شيئا ما على مستوى السمعة جيدة وعلى مستوى العمل مع المؤسسات برضو ممتازة والفرصة جيدة للتقديم على عمل جديد أو لمشاورة أو لتعاون ما بينك وبين رؤسائك وزملائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة لدعوات الاجتماعية أو اللقاء ما بينك وبين الأصدقاء وممكن حتى أنك تسعد بمساعدة أحد الأصدقاء ليلك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء هنا ضاغطة شوي راقب وضعك الصحي بشكل جيد وحاول ما تجازف وما تغامر وما تدخل بأشياء ممكن أنها تسبب لك نوع من أنواع الإرهاق وبرضو اضبط أعصابك أثناء التعامل مع أشخاص ممكن أول مرة بتتعامل معهم وما تدخل أماكن مشبوهة برج السرطان طبعا اليوم الجو أحسن من الأيام الماضية ولكن ظلت الأمور المالية هي اللي تضاغط عليك بشكل كبير بتشعر بنوع من أنواع القلق والمتوتر قليلا حاول أنك تضبط أعصابك وابتعد عن الوسواس والقلق أما بالنسبة للبيت الثاني بيفتح لك مجالات على المستوى المالي جيدة فممكن تهتم بتحصيل بعض الأموال أو ممكن يجيك بعض المكاسب تيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن المصاريف بتكون زيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتشتت من تفكيرك بتخليك عصبي وحد الطباع في بعض الأوقات وممكن تتوجه بعض الانتقادات اللي تكون لاذعة فحاول أنك تضبط أعصابك وحاول أنك يعني ما تتسرع بإلقاء اللوم ممكن تتعرض لعطل معين إلى علاقة ما بالسيارة أو بالهاتف بالفترة هاي وبرضو اللي عنده امتحان أو مقابلة يبدو يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء أحسن وهاي بتعمل تقارب جيد ما بينكو بين أفراد العائلة أو الاهتمام ببعض المسائل اللي الحلقة إما بالبيت أو أمور عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ضاغطة على المستوى العاطفي فممكن يصير سوء تفاهم أو انتقاد أو حدية بالطباع أثناء المواجهة ما بينك وبين أحد الأحبة أو أحد الأبناء حاول أنك تضبط عصابك وما تخلي الأمور وتخرج عن السيطرة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل الأجواء جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اليوم وفي بعض الاهتمامات على المستوى الصحي بالنسبة للبيت السابع الأجواء بتساعدك قدر الإمكان على تعزيز العلاقة ما بينك وبين الشريك ولكن ممكن يصير سوء تفاهم أو نقاش أو حدية بالطباع في بعض المواطن أو ممكن يعني تستاء من تصرف فردي بتصرف فيه الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلافات والزعل بل سارع لتقريب وجهة النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولا بق ممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي أما بالنسبة للبيت الثامن البيت التاسع لإلك برضو بفتح مجالات جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد والاهتمام ببعض المسال اللي إلها علاقة بالدراسة الجامعية أو الامتحانات أو الندوات حاول أنك تركز فيها بشكل جيد يعني تلاقي اليوم حتى على مستوى السفر لأجواء جيدة أو علاقتك مع أشخاص جانب عنك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء بتفتح لك مجالات جيدة على مستوى عمل جديد أو تعزيز العلاقة بينك وبين المسؤولين أو رؤسائك بالعمل أو زملائك أو مع شخصية منذات منصب معين ممكن يساعدك في شيء معين للأجواء جيدة حاول أنك تستغلها وتعزز من سمعتك أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فالأجواء بتعزز بعض النقاط ولكن ممكن أنه يكون فيه سوء تفاهم أو خلاف أو جدال أو نقاش أو عتب على أحد الأصدقاء ممكن تطلب المساعدة من أحد الأصدقاء ولكن يا بخت لك يا إما بتردد يبل ما يعطيك جواب أما بالنسبة للبيت المتاعب فالأجواء هنا جيدة ودعميتك على المستوى الصحي وعلى المستوى النفسي أهم مش أنك تراقب راحتك وتراقب غذائك بشكل جيد ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة برج الأسد طبعا بما أنه القمر موجود مقابلك تماما وهو ساحب طاقتك فعشان هيك بتلاقي الأشياء يعني متضاربة فبتلاقي نفسيتك أحسن ولكن بتشعر بالإرهاق بسرعة تشعر أنه ما عندك طاقة أو جلد على بعض الأمور أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي في بعض المصاريف أو الالتزامات عليك أو ترتيب بعض الفوترة أو حتى يعني بتحاول أنك تجد حل بعض الأمور المالية إلا أنه المصاريف الزيادة عليك أما بالنسبة للبيت الثالث الجو جيد على مستوى الاتصالات والحوارات وقدرتك على التواصل والاتصالات جيد وعند قدرة على الإقناع علي جدا وسرعة البديهة عندك برضو ممتازة جدا إذا عندك امتحان أو مقابل اليوم رح تقدم بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا يعني بتركز على أمور البيت في عندك عمل منزلي أو خلاف أو جدال أو بعض الأعطال اللي رح تهتم فيها أو مشتريات حاول أنك ما تهمل شؤونك العائلية والبيتية على أساس أنه ما تتسجل عليك نقطة وتتحاسب عليها أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية جيدة وهي بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الحبيب وممكن أنك يعني تجرب حظك في بعض المسائل وتلاقيها إنها جيدة ولكن ما تبالغ بملد ذاتك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة على مستوى العمل فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال وما تقدر تنجزها بالكامل حاول أنك برضو تهتم بشؤونك الصحية وبراحتك أما بالنسبة للبيت السابع اليوم بترغبوا في تدعيم شراكتكم واليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف آخر الأهم زي ما حكينا أن الطاقة ضعيفة فأهم مش أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرع في اتخاذ القرارات أما بالنسبة للبيت الثامن يعني الأجواء الجيدة على مستوى أنك ممكن تحصل دعم أو تهتم ببعض الأوراق القانونية أو بعض المعاملات حتى ممكن معاملات استشفائية أو زيارات لمراكز طبية ممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالقروض أو الديون أو البنك أو المؤسسات ولكن إجمالا الجو جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل والاهتمام بأشخاص خارج البلاد وفي منك رح يهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة إما بمراسلات أو بامتحان أو بمناقشة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء شوي متقلبة حاولوا أنك تحفظوا على سمعتك ما في داعي للمجازف أو المغامرة أو حتى مخالفة القوانين حاول أنك تحفظ على سمعتك قدر الإمكان وحاول أنك تعزز علاقتك ما بينك وبين رؤسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء فاليوم ممكن أنك تتناقش أو تتحاور ما بينك وبين أحد الأصدقاء وممكن يصير تعاون ما بينكم أهم شيء أنك تضبط عصابك وحاول أنك ما تندفع وما تتهور بالفترة هاي وما تعصب على أحد الأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلي أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فأما يقول لك لا ترهق حالك راقب وضعك الصحي بشكل جيد ما تبالغ بالجهدك الجسماني عشان ما ترهق حالك وبرضو ممكن أنه تهتم بصحة أحد الأحبة برج العذراء طبعا أهم النقاط اليوم أنه حاول أنك تنجز أعمالك فيه عندك كثير من الالتزامات عندك كثير من الأعباء وكثير من المتطلبات اللي بتطلب منك الإهتمام وما تهملها خصوصا الأمور الصحية والأمور اللي إلها علاقة بالعمل هذول الأمرين لازم تهتم فيهم بشكل كبير وخصوصا ممكن تكون على مستوى صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت الثاني في الأجواء جيدة على المستوى المالي ممكن تهتم ببعض الأمور المالية وتحصل بعض المكاسب وممكن تهتم بإنجاز بعض الأمور المالية أو تحصل على هدية مثلا ولكن الأهم أنك تقلل من مصاريفك وما تبالغ بالملذات والمصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث اليوم أنت طبعك مشتت أو مش مركز مزبوط فممكن توجه انتقاد لاذع أو ممكن أنك أنت تعصب على مسألة معينة أضبط أعصابك قدر الإمكان ما توجه اللوم والانتقادات إذا عندك امتحان أو مقابلة بدأك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحظوظ أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء جيدة على مستوى البيت اليوم عندك قدرة على أنك تسيطر على أمور البيت بشكل كامل وإنجازاتك العائلية فممكن يكون لك اهتمام عائلية أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة بشكل جيد بالنسبة للبيت الخامس ما زالت الأجواء ضاغطة على المستوى العاطفي وهذه بتشكل نوع من أنواع الحدية أو سوء التفاهم أو حتى الشك يعني ممكن يتسلل لك فحاول قدر الإمكان أنك أنت برضو ما تنتقد الأحبة أو تهمل فيهم على أساس ما تفقد السيطرة بشكل كامل أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا القمر موجود ديروا بال كل يوم بيبدأ العمل بالتراكم تدريجيا إنجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت بالنسبة لك وإدارة عملك اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ القصة من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا تضغطك شيئا ما ممكن سوء تفاهم ممكن خلاف ممكن تنزعج من مسألة إلها علاقة بالشريك حاول قدر الإمكان أنك تضبط أعصابك ما تصاعد الأمور ممكن يتسلل لك بعض الشك أو الغير أو يعني الانتقاد لوضع معين بتعلق بالزوج أو الزوجة فحاول قدر الإمكان ضبط الأعصاب وحاول برضو في نفس اللحظة أنك ما تحكم على شيء بدون دليل أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالأمور المالية المشتركة فممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة ببنك ضريبة تأمين أو بشيء عقد أو ممكن حتى بمشروع الأجواء يعني تقريبا منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية واليوم ممكن تحصل على جواب جيد بالنسبة للبيت التاسع ما زالت بعض الأمور اللي إلها علاقة بالخارج أو بخارج البلاد أو بعلاقتك مع الأجانب بتحاول أنك تصلحها أو بتحاول أنك تدعمها إلا أنه في نوع من أنواع القلق أو التوتر على العلاقة هاي بدها ضبط أعصاب وتعرف كيف أنت توازن الأمور بشكل جيد ممكن على مستوى الامتحانات الجامعية أو على مستوى الدراسة شوية تتوتر أو يصير في تقلبات عندك يعني بأثناء تأدية الامتحانات فبنقول لك لا تبالغ بالحضوض وركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة الأجواء برضو بتساعدك اليوم للتقديم لعمل أو لمقابلة عمل أو لتعزيز العلاقة ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل الأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 الأجواء ضاغطة على مستوى أحد الأصدقاء أو أحد المعارف فممكن أنه يحاول يتلعب فيك أو ممكن حتى أنه يضغط عليك بشكل مبالغ حاول قدر الإمكانك ما تأمن سرك وبرضو ما تنفعل بشكل كبير تعامل مع الأمر كأنه خليه يتركه يومين ثلاثة بعدين الأجواء بتصير أحسن بالنسبة لبيت المتاعب الأجواء جيدة أنت محصن بالفترة هاي بشكل كبير على المستوى الصحي وعلى المستوى النفسي أهم شيء زي ما حكينا أنك ما تبالغ وما تهمل التغذية تاعتك وما تهمل راحتك ممكن زي ما حكينا أنه في بعض المسائل الصحية ولكن ممكن تكون إلك أو لأحد الأحبة برج الميزان طبعا اليوم الطاقة أعلى وبرضو الاهتمام عالي جدا في أمور تجميلية أو أمور حتى عاطفية اليوم أنت الحضوض دعميتك بشكل كبير فحاول أنك تستغلها بشكل أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي بتفتح لك بعض الفرص المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن دير بالك من بعض المصاريف أو تراكم بعض المصاريف عليك أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة عندك سرعة بديهة وقدرة على الإقناع عالي جدا وحتى على الحوار والجدال والنقاش ممكن تهتم ببعض المسال اللي لها علاقة بالتنقلات السريعة ما بين المدن أو تنشغل في أمور اتصالات كثيرة عندك قدرة على الإقناع وعندك رغبة أو ممكن يصير شيء يخليك تتعاون بينك وبين أحد الأخوة أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن تظهر بعض الأعطال أو الاهتمامات المنزلية أو الاهتمامات العائلية ممكن تهتم بمسألة زيادة عن اللزوم أو يكون فيه تقارب جيد ما بينك وبين أحد الأشخاص يعني بشكل مباشر اللي هم من أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس اليوم تشتد رغمتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة وإيجابية تستعيد شرقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولة أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل ممكن تظهر بعض الضغوط عليك على المستوى العمل ممكن تتراكم الأمور ما تقدر تنجزها بالكامل وممكن برضو يظهر أمر صحي بتعلق فيك أو في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكة وهي الفترة جيدة للمصالحة وللتقارب ما بينك وبين الشريك شريك المال وشريك العاطفي اللي هم الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على أمور الأموال المشتركة ممكن تهتم ببعض المسائل المالية المشتركة وممكن يتراكم عندك بعض المسائل المالية فعشان هيك يمكنك ما تجازف ما تغامر وبرضو ما تهمل أمورك المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مسافرين أو أجانب أو حتى على مستوى الدراسة الجامعية ممكن بامتحانات أو مقابلات أو مناقشات تكون جيدة لأيلك حتى على مستوى المراسلات والأوراق القانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء ضاغطة على مستوى بيت السمعة فعشان هيك منقولك ما تجازف بملد ذاتك وما تدخل بأشياء مشبوهة وما تخالف القوانين ممكن تهتم بشؤون إلها علاقة برئيسك بالعمل أو إنجاز بعض الأمور ولكن حاول أنك تعزز سمعتك بالفترة هاي بالنسبة لبيتك 11 اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو يدعمك صديق في مسألة معينة وتحقق من وراها غاية أما بالنسبة لبيتك بيت المتاعب فأنا شايف الأجواء بيتك 12 تقريبا ضاغطة شوي فعشان هيك منقولك راقب غذائك وراحتك وصحتك هذو الأثلاثة بدك تراقبهم ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة بالفترة هاي أو تهتم ببعض الشؤون اللي إلها علاقة يعني ب سر معين برج العقرب طبعا بما أن القمر في بيتك الرابع وعمل تربيع معاك فهذا بضغط على نفسيتك بالنسبة للبيت الأول يخلي فيه عندك يعني رغب اليوم لقلة الحركة أو حتى أنك هيك بتحاول أنك تقلل من حركتك وإهتماماتك بتصير عائلية أكثر أو اجتماعية أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على المستوى المالي ممكن تحصل بعض المكاسب المالية أو تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بعمل إضافي أو مستردات أو دعم مالي معين الأهم أنك تقلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالمزاج شوي عصبي أو حاد الطباع فحاول قدر الإمكان أنك يعني ما تبالغ بالعصبية تعتك ما توجه انتقاد أو لوم ومرضو إذا عندك امتحان أو مقابل يحاول ما تعتمد على الحظ وانتبه أثناء قيادتك للسيارة ممكن يكون لك تعامل ما بينك وبين أحد الأخوة أو أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فبتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شأنك لا تفقد الاتزان والثقة أو ثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية الفترة هاي بتحمل بعض المصاريف أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء متقلبة يعني حاول قدر الإمكان تضبط عواطفك الفترة هاي متقلبة ممكن تسبب سوء تفاهم أو تقلب ما بينك بين أحد الأحبة أو أحد الأبناء أو تقلق على أحد الأبناء أو على الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل بتقدر تنجز بعض الأعمال بشكل جيد خلال الفترة هاي وممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية اللي بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ضاغط أو هاي بتسبب سوء تفاهم أو قلق على الشريك أو حتى مناقشة أو حوار أو حتى سوء تفاهم ما بينك وبين الزوج أو الزوجي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا مدعومة بشكل جيد على مستوى الأموال المشتركة وممكن تحصل قرض أو تحصل دعم معين الأجواء بتدعمك بشكل قوي وممكن اليوم يصير فيه هيكي نوع من بصيص الأمل على مسألة بتتعلق فيه طلب مالي أو مساعدة مالية أما بالنسبة للبيت التاسع ما زالت الأمور اللي عن مستوى السفر أو الاتصالات البعيدة سببت لك نوع من أنواع الأرق أو القلع حاول قدر الإمكان ما تتوتر كثير إذا كان عندك امتحان أو مقابلة حاول أنك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحظ نهائيا أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة فهذه الفترة جيدة لتقديم طلبات العمل أو التوظيف أو للمقابلات والمناقشات ما بينك وبين رؤساءك وزملاءك بالعمل وبرضو ممكن تحصل على رفعة معينة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى أمور إلها علاقة يعني بالأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء ولكن لا توجه انتقادات وحاول أنك تضبط أعصابك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة ودعمتك بقوة عشان هيك عندك قدرة لإنجاز كثير من الأمور الفترة أهم شيء أنك تراقب صحتك وممكن تهتم بصحة أحد الأحبة وممكن تهتم بالتغذية أو بشيء العلاقة بالتجميل مرج القوس طبعا اليوم نفسيتك أحسن مرتاح عندك اليوم نشاط وحيوي عالي جدا وعندك رغبة للانطلاق بأكثر من مسعى أو عندك أكثر من برنامج اليوم حابب أنك تتممهم بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي شوي في بعض الإرباك أو بعض المتطلبات المالية ممكن تهتم ببعض الشؤون المالية ولكن احذر من المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات منكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة أو يكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك بتنشط بالتنقلات والاتصالات أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأجواء فيها نوع من أنواع الهدوء إلا أنه ممكن تظهر بعض الأعطال أو الالتزامات العائلية عندك اللي تسبب لك نوع من أنواع التوتر أو الاهتمام للزيادة ما تهمل شؤونك البيتية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء جيدة شيئا ما وهي بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الأحبة ممكن تهتم ببعض الشؤون العاطفية أو الأمور الفكرية خلال هذا اليوم ما تبالغ بحضوظك أما بالنسبة للبيت السادس بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد وما تهمل أعمالك ممكن يكون عندك أكثر من عمل أو تجتهد لإنجاز بعض الأعمال ولكن ما تخلي أعمالك تتراكم حتى لو بتعمل ساعات إضافية بالنسبة للبيت السابع الأجواء على مستوى بيت الشراكي جيدة وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الشريك وممكن تعمل حلول أو تتراجع عن قرار سابق ممكن تهتم بأحد الأبناء أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على الأموال المشتركة ممكن يعني تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالقروض أو الديون أو المساعدات المالية أو فوترة بعض الأموال وممكن تهتم بصحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أجانب أو التفكير بالسفر أو حتى الإجتهاد في بعض الأوراق والمعاملات القانونية اللي عنده امتحان أو مقابلة الأجواء جيدة وبتساعدك بقوة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت العمل أو السمعة ضاغطة شوي فعشان هيك بنقول لك حافظ على سمعتك ما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين ومبرضو حاول قدر الإمكان إنك ما تدخل بأي مواجهة مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء بتساعدك على المستوى الاجتماعي فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء خلال هذا اليوم وهذا الإشيء سيعمل تقارب جيد ما بينك وبين أصدقائك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا من يقول لك دير بالك حاول إنك تهتم بصحتك شوي وبرضو ما تهملها وما تهمل التغذية وراحتك وما تدخل أماكن مجهولة برج الجدي على المستوى النفسي اليوم أحسن من الأيام الماضية أنت مشحون بطاقة إيجابية وبرضو عندك كثير من المخططات اللي حامل أحاب أنك تنجزها خلال هذا اليوم في عندك اهتمامات عالية جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم عندك فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بدك تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لأسية مشراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهم إش إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقك بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم إش إنك تتفائل أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ماشي عندك نشاط وقدرة على إنجاز كثير من المهام خلال هذا اليوم ممكن تتحرك بأكثر من اتجاه مع بعض الأمور جيدة وبتساعدك وبتدعمك في كثير من الأمور أهم إشي إنه أنت تركز بشكل جيد وحاول إنك أنت تضبط أعصابك أو بعض الكلمات اللي ممكن تكون جارحة في بعض الأوقات بالنسبة للبيت الرابع الأجواء جيدة على مستوى البيت شيئا ما بتعمل تقارب جيد ما بينك و بين أفراد العائلة وممكن تهتم ببعض المسائل العائلية أو المشتريات أو حتى الاهتمام بأفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع التقلب حاول إنك ما تبالغ بملذاتك زيادة عن اللزوم وبرضو ما تدخل بأي خلاف ما بينك و بين الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل والصحة فهي جيدة ممكن تنجز بعض الأعمال أو تهتم بعمل معين تحاول تنجزه بشكل كامل ولكن بدك تهتم ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بالرقابة الصحية إلك أو لأحد الأحبة بالنسبة للبيت السابع طبعا الأجواء ضاغطة شوي بتسبب نوع من أنواع الخلاف أو الجدال ما بينك و بين الشركاء فهذا الإشي بيسبب لك نوع من أنواع الحدية بالطباع أو ممكن يستفزك تصرف الشريك بالفترة هاي أو الزوج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن تهتم ببعض المسائل المالية المشتركة أو تنجزها خلال هذا اليوم إذا عندك أي معاملة إلها علاقة بالبنك أو ضريبة أو تأمين فالأجواء جيدة أنك تبادر فيها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالدراسة الجامعية إذا عندك امتحانات أو مقابلات أو مناقشات اليوم لا تعتمد على الحضوض نهائيا أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة الأجواء جيدة ودعميتك بقوة وهي بتعزز علاقتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل وحتى لتقديم طلبات التوظيف منتازة جدا بالنسبة لبيتك 11 الأجواء ضاغطة على مستوى الأصدقاء والمعارف ممكن تستأمن تصرف أحد المعارف أو ممكن تحتد بسبب ردة فعل معينة حاول تضبط عصابك قدر الإمكان ممكن اليوم يصير تعاومل ما بينك وبين أحد الأصدقاء في مسالمة أما بالنسبة لبيت المتاعب عندك فالأجواء جيدة ودعميتك على المستوى النفسي والمستوى الصحي أهم شنك ما تهمل راحتك وما تهمل تغذيتك برج الدلو بتبدأ اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس على يعني بعد مراوحة وركود يعني الفترة الماضي كانت صعبة شوي الفترة هاي بتحس أنه الأمور صارت أحسن عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر أما بالنسبة للبيت الثاني برضو بتفتح لك بعض الفرص على المستوى المالي ممكن تحقق بعض المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية ولكن الأهم أنك أنت ما تبالغ بالمصاريف ممكن تحصل على هدية أو دعم معين خلال الفترة هاي بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة على مستوى مناقشة أو الاتصالات أو الحوارات صحيح أنه بتحس أنه التركيز عندك مش قوي كثير إلا أنه أنت اليوم عندك قدرة على النقاش والحوار وتوصيل المعلومة انتبه أثناء قيادتك للسيارة وبرضو حافظ على مقتنياتك من السرقة أو الضياع إذا عندك امتحان أو مقابل اليوم ركز بشكل جيد بالنسبة للبيت الرابع شايف أنه في ضغوطات على مستوى البيت أو مشاكل أو التزامات أو حدية بالطباع ركز بشكل جيد لإنجاز كل المهام البيتية أو العائلية ما تهمل وضع عائلي معين بالنسبة للبيت الخامس الأجواء على المستوى العاطفي جيد جدا وبتقارب ما بينك وبين الأحبة ولكن ما تبالغ بنزواتك ممكن تهتم بأحد الأبناء أو بصحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو ما تنجح بإتمام أعمالك بالكامل إلا بمساعدة أحد الزملاء على الوضع الصحي راقب وضعك الصحي من بعض التقلبات أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وابتدعمك بشكل قوي أثناء تعاملك ما بينك وبين الشريك أما ما بين الأزواج تحديدا ممكن تتراجع عن قرار أو ممكن تبادر بمصالحة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة ممكن أنك اليوم تقلق بسبب مطالبة مالية أو ممكن حتى تتأجل أمور إلها علاقة بقرض أو مساعدة أو دعم مالي معين ما تقدر تتممها بهذا اليوم لأيام الجاي أفضل بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة برضو على مستوى الاتصالات البعيدة اليوم ممكن تبادر باتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو تهتم بموضوع إلو علاقة بالسفر ممكن تهتم بمسائل إلها علاقة ببعض شون امتحانات أو جامعة أو دراسات أو تقارب فكري ما بينك وبين بعض الأشخاص بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة ضاغط عليك شوي فعشان هيك منقول لك لا تجازف لا تغامر لا تشوه سمعتك حافظ على سمعتك وحافظ برضو على نفسك من بعض الأشخاص اللي ممكن يكيدوا لك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى العلاقة مع الأصدقاء والمعارف وهاي بتعمل تقارب جيد فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط الصحي فعشان هيك يبنقول لك راقب وضعك الصحي ما تهمل تغذيتك ولا تهمل راحتك ممكن اليوم يعني يتسرب موضوع معين أو يزعجك موضوع معين أو أمر بتعلق بصحة أحد الأحبة برج الحوت طبعا بما أنه كل الكواكب موجودة في بيت المتاعب يعني بنلاقي أنه الضغط عليك زاد زيادة عن اللزوم بالفترة هاي فعشان هيك بدك تحاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية ضاي اليوم وبعدين القمر بوصل لعندك طبعا في كثير من مواليد برج الحوت بقولك إحنا بطلنا نتحمل شي طبيعي بما أنه الشمس والكواكب كلها موجودة في بيت المتاعب فالطاقة ضعيفة جدا أصبر لغاية ما يجي عيد ميلادك بعدها بتلاقي بلدة سنتك لجديدة والأمور بتصير تتحسن بشكل ملموس وواضح ولكن بدك تتحمل من هون لعيد ميلادك لحد ما تصل الفترة الإيجابية والقوية الدعم لا إلك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على الأمور المالية اليوم ممكن يحمل لك بعض المكاسب المالية أو الأمور المالية اللي بتيجي بشكل إيجابي دعم هبة مساعدة هدية يعني أو حلول لبعض الأمور المالية هي فترة ضاغطة ولكن اليوم ممكن يكون في بعض الفرص أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا بنقول لك مش قوي كثير على مستوى النشاط الفكري صحيح سرعة بديهتك عالية قدرتك على الإقناع عالية ولكن بتحس في لحظات أنك متسرع أو عصبي أو حد طباع أو ما عندك جلد حتى يعني ما في طاقة للأمور هاي حاول أنك تركز بشكل إيجابي حاول تنتبه أثناء القيادة ممكن يصير فيه عطل إما بالسيارة أو بالهاتف أو يعني خلاف من نقاش أو من كلمة تنفهم بشكل غلط أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء جيد وبتدعمك بشكل قوي وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن اهتمام أفراد العائلة فيك فرح يكون ممتاز أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي بشوف أنه فيه علامة استفهام عشان يمكن يقول لك ما تبالغ بملد ذاتك ولا بعواطفك ولا بنزواتك ودير بالك من نقاش أو حوار أو خلاف يصير ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال أو يساهم بعض الأصدقاء أو زملائك بالعمل بمساعدتك بإنجاز بعض الأعمال ولكن بدك تراقب الوضع الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا يعني بتسبب لك ممكن زعل أو عتب أو هيك ردة فعل بسبب تقصير الشريك شريك اللي هو بمعنى شريك المال أو الزوج ما في داعي للمواجهة بالفترة هاي أترك الموضوع يوم لحديث ما القمر ينتقل لعندك بعدين بتصير الأجواء أحسن وبتتضح الرؤية لا إلك أكثر أما بالنسبة للبيت الثامن ممكن تجد بعض الحلول لأمور إلها علاقة بالأمور المالية المشتركة ممكن تهتم بقروض أو ديون أو جدولة بعض الالتزامات اللي عليك أهم شيء أنك ما تبالغ بمصاريفك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء مزعجة لدرجة أنه ممكن تسمع خبر من خارج البلاد أو من مسافة بعيدة يكون مزعج بالنسبة لك أو يعني هيك يسبب لك نوع من أنواع القلق والتوتر اللي عنده امتحان أو مقابل اليوم بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة الأجواء جيدة ودعميتك بقوة بالعكس يعني ممكن هيتعزز علاقتك ما بينك وبين أحد المسؤولين أو رواسائك بالعمل وممكن تحقق بعض الإنجازات بإنجاز عمل معين تسمع من بعده كلام في إطراء أو ثناء على مجهودك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء ضاغطة على مستوى بيت الأصدقاء فممكن يخيب أملك بأحد الأصدقاء أو تتوتر بسبب أحد الأصدقاء أو تصرف معين حاول أنك تضبط عصابك وما في داعي لكلام الجارع أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا القمر موجود في بيت المتاعب فبسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي حاولوا تنظيم أمركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو من سوء تفاهم أو التباس حاذر من بدء أو البدء بأي شيء جديد يبل ما يوصل القمر لعندك لا تسمح للقلق أن يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهودك هي من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء